ادمجوا ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء وارتاحوا افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله لأن الذي لا يرى من الغرباء الأعمى ولأن السكين وصلت إلى العظم لابد من تسمية الأشياء بأسمائها وعدم تلطي خلف قشور ديمقراطية لم نفهم معانيها الحقيقية وهو ما جعل بلدنا في مأزق لذا لابد من إعادة الأمور إلى نصابها فالتجربة أثبتت أن فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء كان السبب في تآكل هيبة الدولة والحكم ولأن العودة عن الخطأ فضيلة لابد من دمجهما مرة أخرى كي تعاود الكويت إلى الطريق الصحيح وتعود الهيبة إلى المنصب طوال العقود التي كان فيها ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء شهدت البلاد تطورا واستقرارا سياسيا حتى مع تعليق الدستور عامي 1976 و 1986 كانت هناك سلطة تنفيذية قادرة على العمل رغم الإخفاقات فعندما كان المغفور له الشيخ جابر الأحمد رحمه الله وليا للعهد رئيسا لمجلس الوزراء شهدت الكويت نهضة مؤسستية كبيرة وانفتاحا اجتماعيا وثقافيا وحركة اقتصادية وكذلك الأمر عند تولي المغفور له الشيخ سعد العبدالله رحمه الله هذين المنصبين حينها كانت الخطوات الإصلاحية تسير وفق المرسوم لها فلا صفقات تعقد لمساءلة رئيس الحكومة ولا دفع للأثمان الباهظة للحصول على صوت نائب من هنا أو هناك لذا كان رئيس مجلس الوزراء متفرغا لمهمته ولديه القرار كما أن لغة التخاطب في مجلس الأمة كانت أرقى مما هي عليه اليوم ولأن رئيس الحكومة هو أمير البلاد بصفته وليا للعهد لم يكن ينظر إلى رئاسة مجلس الوزراء كما ينظر إليها الرؤساء حاليا الذين يبقى سيف الاستجواب مصلة على رقابهم لذا لم يكن يخضع الابتزاز النيابي فيما القوانين تقر بقوة الحق وليس المال السياسي والمصالح الانتخابية منذ فصل المنصبين سقط ثلاثة رؤساء في لعبة الابتزاز الانتخابي وتعطلت التنمية في البلاد وبدلا من زيادة المال العام وممارسة المجلس دوره الرقابي الصحيح خضعت الحكومات المتعاقبة للاستنزاف ماليا وإداريا إلى حد بات المنصب الوزاري طاردا لذا أعرض كثير من الكفاءات عن التوزير نتيجة لكل ذلك تراجع النشاط الاقتصادي وزاد انغلاق البلاد وأمسى كل شيء تحت رحمة نواب كل منهم يرى نفسه حاكما حتى أصبح لدينا خمسين أميرا في مجلس الأمة وأمير البلاد الشرعي في قصر بيان ومنهم نواب لا يزالون يعيشون في كهوف تورابورة ولا يهمهم المستقبل لأنهم دعاة مواض مبنية على الزجر والمنع والنطع والسيف ولهذا تراجع التصنيف السيادي كما كل شيء في البلاد في هذا الجو بدأت الدولة تتعثر بدفع مستحقات بعض المؤسسات ومنها مشروع عافية للضمان الصحي للمتقاعدين إضافة إلى المكاتب الصحية في الخارج وكذلك الأمر بالنسبة إلى مبلغ 800 مليون دينار لبنك الاعتمان الذي وعدت به الحكومة لضمان عدم طرح الثقة بأحد الوزراء والأمر ذاته ينطبق على مكافأة المتقاعدين التي بدأت تماطل فيها لأنها غير قادرة على سداد تلك المبالغ كما هي حال مكافأة صفوف الأمامية التي إلى اليوم لم تدفع إلى جميع المستحقين كل الدول المجاورة المشابهة لنا بالنظام الاجتماعي والاقتصادي كان القرار فيها لرجل واحد أكان في سلطنة عمان في عهد المغفور له قابوس بن سعيد رحمه الله أو خليفته السلطان هيثم بن طارق وكذلك قطر بقيادة الشيخ تميم بن حمد والإمارات حيث يقود الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد البلاد إلى المزيد من التطور والتقدم أما في السعودية فقد أعطي ولي العهد نأب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الصلاحيات الواسعة للتحديث وها هي المملكة تسير بخطوات كبيرة نحو العصرنا والاستقرار الاقتصادي ربما يقول البعض أن الكويت تختلف عن تلك الدول وهذا القول غير واقعي والرد عليه بالمقارنة بين واقعنا حاليا وبين الفترة التي كان فيها ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء الذي سيكون بيده القرار وليس كما هو الأمر حاليا حيث سمو الرئيس لا يسمع صراخ الناس وحتى إذا سمع لا يتحرك لأن همه الأول والأخير الحفاظ على منصبه وهذه واحدة من الكوارث التي هدمت الكثير من الدول